السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا أبنائي مجددا في حصة جديدة من حصص اللغة العربية المكون الكتابة الوحدة الرابعة الحي والدوار الموضوع حرف الحاء والهاء الحصة الخامسة تعبير كتاب باستعمال الكتابة التفاعلية إذن ودعية الانطلاق أبنائي علينا أن نبني كلمات وننتج جملة قصيرة تتضمن حرفي الحاء والهاء بالترتيب والإكمال وكذلك نلاحظ صورة ونعبر عنها بجملة مفيدة إذن سأقوم بقراءة الأسئلة لدينا أشاهد الصور ثم أرتب المقاطع لتركيب كلمة إذن لدينا صورة ولدينا المقاطع المقطع حا المقطع نن المقطع لا المقطع زو لدينا الصورة الثانية ولدينا المقاطع المقطع هو المقطع دن ثم المقطع هد قموا أبنائي بنقل هذه المقاطع وترتيب الكلمات السؤال الثاني أرتب المقاطع لتركيب كلمة إذن لدينا المقطع لي المقطع ح المقطع تن المقطع ما والبطاقة الأخرى لدينا تن ب ما ثم هي ثم لدينا رن زو هو ركبوا هذه رتبوا المقاطع للحصول على كلمة مفيدة ولدينا السؤال الثالث نختار المقطع المناسب للكلمة إذن لدينا بطاقة وهناك فراغ يحتاج إلى مقطع لدينا المقطع تي المقطع ح المقطع هي والبطاقة لدينا ل ثم فراغ ثم بن نمر إلى البطاقة الثانية لدينا صاح ولدينا المقاطع عن حن هن نختار نفكر ونختار المقطع المناسب والكلمة البطاقة الأخيرة لدينا المقطع أو لدينا ذاء وفراغ ذاء ثم لدينا المقطع حي المقطع هي المقطع عي حاولوا التفكير واختاروا المقطع المناسب نمر إلى السؤال الرابع أكمل تركيب الجملة باختيار الكلمة المناسبة لدينا هرب فراغ ولدينا كلمات ستختارون أنتم الكلمة المناسبة لإكمال الجملة لدينا الهاتف الهر الهلال ما الشيء الذي يهرب؟ فكر جيدا لدينا الجملة الثانية لدينا فراغ سريع إذن والكلمات التي سنختار منها لدينا الحمار الحصان الفيل ما هو الحيوان السريع؟ نمر إلى التمرير الرقم 6 أرتب الكلمات لأكون جملة مفيدة لدينا بطاقات نحاول ترتيبها للحصول على جملة مفيدة لدينا حزام حازة البطولة محمود ولدينا البطاقات الأخرى هاني النهر ذهب إلى حاولوا فكروا وانقلوا الكلمات وارتبوها لتحصلوا على جملة مفيدة التمرير الرقم 7 والأخير ألاحظ الصور وأعبر عنها بجملة مفيدة لدينا الصورة الأولى والبنت اسمها هندو والصورة الثانية لدينا البنت اسمها حليمة ماذا تفعل هندو وماذا تفعل حليمة؟ حاولوا التفكير جيدا إذن والآن نتطمروا إلى الإجابة أتمنى أن تكونوا قد أجبتم من مفردكم لا تنظروا الآن إلى الإجابة حتى تتمموا إذن سنرى الأجوبة لدينا الكلمة حلزون والصورة الثانية السؤال الثاني حليمة باهيمة نعم زهور نعم حليمة باهيمة زهور نمر إلى اختيار المقطع المناسب إذن لدينا اخترنا المقطع نقرأ الكلمة نعم لدينا قرأ صحيح نعم اخترنا المقطع نعم لدينا اخترنا المقطع جيد الآن نمر إلى التمرين الآخر إذن لدينا هنا هرب الهر نعم جيد الجملة الثانية حصان سريع الحصان هنا همزة وصل في أول الكلمة ننطقها فتحة فوقها فتحة نقرأها الحصان سريع جيد الآن نمر إلى أرتب الكلمات إذن حزام حازا البطولة محمود ما هي الكلمة الأولى حازا نعم ثم الثانية محمود محمود ثم حزام ثم البطولة نعم حازا محمود حزام البطولة نمر إلى الجملة الأولى الثانية ذهب ذهب من من الذي ذهب هاني هاني إلى أين ذهب إلى نهر نعم جيد نعم جيد ذهب هاني إلى النهر الآن إذن كما تعرفنا قلت لكم البنت الأولى اسمها هند والثانية حليمة إذن ماذا تشاهدين في الصورة يا ياسمين أشاهد في الصورة تسقي هند الظهرة الظهرة أو الوردة والصورة الثانية ماذا تشاهدين تحلب حليمة حليبة حليمة الحليبة حليمة الحليبة جيد يا سمين وما هذا الحيوان الذي تحلبه حليمة هذا الحيوان الذي تحلبه حليمة وهي البقرة هي البقرة تحلب حليمة وماذا ما عمل حليمة فلاحة وهي امرأة فلاحة تحاول أن تحلب البقرة نكتفي بهذه ثلاث كلمات فقط حتى تتعلم محرف القاف وندخل كلمة باقعة إذن لدينا الجملة الثاني هنا تسقي هندو الزهرة بماذا تسقي الزهرة؟ بماذا؟ ما هذا الذي يسقط بالماء؟ تسقي هندو الزهرة بالماء بإمكانكم أبنائك كذلك إضافة بعض الكلمات نعم تحلب حليمة الحليبة في السطل نعم جيد أحسنت يا سمين وأعلم أنكم أنتم كذلك بإمكانكم التعبير عني الصورة ثين إلى اللقاء إلى اللقاء أصدقاء في حصة المقبلة إن شاء الله